أهلا بكم إلى تفاصيل الظاهرة قرية باب إغلي بمراكش تتسع هذا الصباح لمائة وتسعين دولة ممثلة هنا بأربعة عشر ألف مشارك حيث انطلقت اليوم الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في اختيار المغرب لاحتضان حدث اقتصادي بهذا الحجم ثقة تتأكد تتجدد في قدرات المملكة المغربية في مؤهلات المغرب وتثمين كذلك للإصلاحات الاقتصادية التي فتحتها الرباطة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس مراكش هذا الصباح تمثل قارة بأكملها إفريقيا التي تحتضن هذا الحدث العالمي لأول مرة منذ خمسين سنة تعقد الاجتماعات السنوية في قارتنا السمراء أسبوع من النقاشات انطلق هذا الصباح حول ملفات اقتصادية يتقاطع فيها طبعا الشقل إصلاحي والتحدي التنموي ثم البعد المالي الفقر الذكاء الاصطناعي التدخم المالي التغيرات المناخية من بين ملفات تطرح اليوم في مراكش طبعا لأن الحدث الاقتصادي العالمي الأبرز يعقد هنا في المغرب في مراكش تغطية خاصة لصبيحة افتتاح الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقل الدولي مع بعثة القناة الثانية في مراكش من قرية باب إغلي ينضم إلينا مباشرة زكريا أيت عبد المجيد زكريا أهلا بك إذن انطلقت اليوم الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقل الدولي بحضور 190 دولة نتحدث عن 14 ألف مندوب يتواجدون في القرية حيث تتواجد معنا في هذا البث المباشر كيف كانت صبيحة انطلاق هذا الحدث الاقتصادي العالمي البارز في مراكش؟ بالفعل سناء الصور هنا أبلغ من أي تعليق عدد مهم من ضيوف هذه الاجتماعات حلوا منذ الساعات الأولى لصباح اليوم بقرية إغلي هذا الفضاء الذي خصص بالكامل لاستقبال ضيوف هذا الحدث الدولي الاقتصادي المالي الهام كما أشرت الرقم له دلالة ورمزية 14 ألف شخص يمثلون نحو 190 بلدا حجوا من جهات العالم الأربعة إلى مراكش مراكش التي لم يمضي على زلزالها إلا شهر ومع ذلك الثقة تمنح لها وللمملكة المغربية لتنظيم حدث دولي رفيع المستوى من هذا الحجم عن دلالات أو قبل ذلك المراكشيون بدورهم ابتهجوا لهذا الحدث الدولي ورحبوا بالضيف كعادتهم طبعا المراكشيون استطلاعاتهم آراءهم حول هذا الحدث الدولي نتابعها في روبرتاج مننا اليحيوي ويوسف الغازي